تحية اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بقى الف خير والف صحة دايما يا رب معكم ومريم من قناة اكلب نفسي النهاردة هنعمل حاجة مختلفة آآ زي ما قلت لكم آآ ان انا هبدأ في عمل حلقات للناس اللي بتتبع نظام كيتو دايت او مرضى السكر والناس بتتبع حامي غزائي النهاردة هنعمل آآ لابن جوز الهند ودقيق جوز الهند وزيت جوز الهند كمان تلات حاجات بيعني احنا عارفين زيت جوز الهند غالي ازاي عارفين يعني وعارفين ازاي وغالي وعارفين آآ عشان نعمل كيكة مناسبة للدايت بناخد آآ بنتكلف قد ايه عايزين زيت جوز الهند وعايزين دايت جوز الهند هنعمل كل ده في البيت بطريقة سهلة جدا ومتونات بسيطة جدا ورخيصة جدا بس يا ليت متنسوا نشبه اشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكات كاتل للفيديو ويلا بينا على طريقه عندي هنا كوبات جوز الهند جوز الهند العادي خالص خالص المبشور بنفس الكوباية دي هعمل كل كوباية جوز الهند عندك تحط لها مية حسب كثافة اللبن اللي انت عايزها وكمان حسب كمية الزيت اللي انت محتاجها تحط لها من كوبايتين مية مغلية بتاغلي يعني لتلات كوباء لأربع كوبايات انا هنا هخليني في الوسط هحط لكل كوباية جوز الهند مبشور تلات كوبايات مية مغلية تمام كده حبيبي زي ما بقولك عايزة زيت كتير يبقى قللي نسبة المية عايزة كمية لبن اكتر كتر كتر المية بس ما تزديش عن اربع كوبات انا هنا يعني لقيت كوباية قليلة فراحت حط ايه بقى نص كوبات جوز الهند تاني وهحط عليهم كوباية ونص مية بنفس الكوباية اللي بتعير بيه ما ترتبتيش بمعيارية او مش معيارية اي كوباية عندك بنفس النظام هسيبهم يبردوا تماما تماما يعني بالماء المغلية واسيبهم يبردوا في جو المطبخ عادي وبعد كده هتضربهم في الخلاط بس ضرب ايه بالضمير شوية هتكتر شوية فالضرب بصي لونه بقى عامل زي لون السوبيا لون يعني بصوا كده لون مديريمة كده كبيرة ويعني سبحان الله كأنه لبن حقيقي يعني هتجيبي طبعا وماشا عندك كتان شاش اي حاجة ما هم تكون قط وتصفي بيا ما ينفعش بالمصفة احنا عايزين اللبن يعني صافي مية في المية تماما وما تخفيش اللي هيطلع انتي عارفة احنا هنعمل بي ايه مش هنرميه طبعا انتي عارفة ما عندناش حاجة مش بنستغلها خالص اه بصي وكمان مش بس عشان مش هنرمي حاجة عايزين اللبن صافي عمر المصفة ما هتديك النتيجة بتاعت القماشا القماشا دي انا عندي مخصوصة بعمل منها فيها الجبن يعني كل مرة طبعا بغسلها وكده وبس اعمل فيها الجبن لبن فول السوية لبن جوز الهند والحاجات دي بس انا مش راضي يعمل لبن فول السوية علشان حبيبي اللي عندهم يعني القولون بيتعبهم البقليات برضو بتأثر الحاجات دي فانا قلت هعمل لكم لبن جوز الهند حاجة جليلة هنعمل بي حلويات للكيتو دايت وحلويات مش للكيتو دايت يعني حاجة طحفة 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 وطعمه طحفة جدا والاولاد بيحبوه جدا وانتو عارفين ان الفترة دي طلعين في موضوع ان في دراسات اني في ناس معادتها ما بتتحمل ما بتتحملش اللاكتوز اللي في اللبن فبيحللوا اللبن ويطلعوا منه اللاكتوز ومش عارف ايه وبتاعتب خلاص اه طالما حتى اللاكتوز اللي في اللبن في اضرار احنا هنجيب لبن اه يعني نباتي صحي بجد حاجة طحفة سبحان الله ربنا يعني كان مدي الانسان في بداية الخليقة يعني كل حاجة صحية من غير ما يضطر الاكل حاجات حيوانية الحوم او البن طبعا كل اللي انا عصرتها كويس خالص فاضل حاجة بسيطة جدا عارفة لو انت عملت بالمصفة عمرا ما تديك النتيجة دي يعني الجوز الهند اللي طالع ده رطوبة فاضل خفيف جدا هفردها واحطها في الفرن على درجة حرارة مية وخمسين هادية جدا تمام بصوا بقى اللبن بصوا كأنه مش كأنه يعني مين يفرقه وبالعكس الاولاد بيحبوه جدا جدا وعمرهم هرفضوا منك ابدا شايفة لبن لبن سبحان الله لبن لبن وبدسم وبخير وديك هتشوفي او شفتي في بداية الفيديو كمية الزيت اللي طلعناها منه بامانة تحسيها زبدة تحفة حاجة تحفة تحفة تعجبت جدا في حلويات للكيتو دايت او غير وصفات للشعر للبشرة حاجات جميلة جدا من اللي انا بنزلها لكم على الصفحة ومحتاجين فيها زيت جزل هند اهو عندنا زيت جزل هند بص يا حبيبتي عشان تقدر يتطلع الزبدة بتاعته او الزيت بتاعه لازم تحطيه في حاجات على قده يعني انا جربت احطه في دورق كبير اكبر من كمية بس بصراحة ما قدرت اش هطلع واقعت لتاحت والدنيا تبهدلت فانا المرة دي حطيت كل بصو شوية او شوية في كل كباية تمام وهتحطيه في التلاجة لمدة تلات اربع ساعات تمام وده الدقيق بعد ما نشفت في الفرن على درجة حرارة مية وخمسين طبعا نشف جدا 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 وهو في الفرن كل شوية تفتح عليه تقلي بيه احنا مش عايزين ياخد لون اصفر او يسمر منك تمام حبيبتي كل شوية تقلي بيه احنا عايزينه ينشف ويطلع بقر طبط اللي هي بعد ما صفناها بس في نفس الوقت مش عايزين ياخد لون وطبعا فيما تحنت الخلاط وهتتحنيها طبعا حاجة سهلة ما فيش اي مشكلة يعني احنا خستخدمنا كوبا ونص جزهين دي يا بلاش هتشوفوا طلع بامانة كمية زيت تحفة كتيرة جدا شفتوها في اول فيديو وكمية دقيق معقولة وغير اللبن كل ده اللي عملنا نستخدمه في حلويات داهت في حلويات عادية عادي سيومي بوسوا حبابي دي الدقيق ده اول ضربة تمام بس تضرب بشوية قليل يعني تلات مرات كده اسمتهم على تلات اجزاء هعمل ايه عشان احصل على انعم فضربتهم حطيتهم كلهم مرة واحدة في المطحنة وخلطتهم تاني تمام هو ده ملمس دقيق جوز الهند طبعا ده مش قمح عشان يبقى فيه الجولتين والكلام ده بيبقى زي السيمولينا النعم تمام ودي اللبن اللي بعد ما حوالي قعد ثلاث ساعات في التلاج بصوا بصوا انا بغبط عليه ازاي اهو بغبط عليه السكينة مش بتسقط مني اهو بصي وحطتها لك بقى كده بالطول بص السكينة ازاي اه بصي زي الفل وزي ما بقولك تحطيه في حاجة في كبايات او في حاجة تكفل مقدار كله عشان تقدري تطلعي من على الوش الزبدة بتاعته او الزيت بتاعه تمام هو عيد تحطيه في مسلا درق كبير وهتوصلي له ازاي بقى او حالة حالة برضو الطبقة هتكون كبيرة منك وهتكون رقيقة جدا وهتبهدل معاك تمام فانتي احسن حاجة كباية او لبانة زي اللي عندي دي او اي حاجة بحيس انك بصي بصي الجمال اه اه بصي 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 بص هي بتتكسر عشان كده منفعش تحطيها في حاجة اكتر من الكمية اللي عندي بصي بجد تحفة تحفة وحاجة صحية جدا جدا وابعدنا عن اللاكتوز المتعب للمعدة مش عارف ايه الكولوسترول العالي اه اللبن من بعد تلات سنين يقولك المفروض دراسات اثبتت انه يتشرب بدون دسم من بعد سن تلات سنين اللي احنا هنا عادي بنشرب في يعني خلاص طالما حتى اللبن هتطلعونا فيه مشاكل نبعد عن اللبن مش عارف عن ايه تاني بس بصراحة لبن جوز الهند حاجة مميزة بص الطبقة بصي 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 الطبقة تحفة تحفة ما فيش يعني انتي بصي كمية زيت جوز الهند لطلعناه ودي دقيق ودي اللبن احنا عندنا هنا في اوروبا زيت جوز الهند غالي جدا الكيلو ما بيقلش عن عشرين يورو بصراحة معرفش في مصر بس اظن انه اكيد ده سعر عالمي فانتي ليه بصي 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 الكمية دي با امانة ما تقلش عن متين جرام طيب متين جرام انا احنا عايزين ايه تاني يعني من كوباية ونص جوز هند يا بلاش وتعملي حلوياتك وتعملي مسكاتك وكل حاجة زي ما بقولك المسكات والوصفات الطبقة اللي بنحتاج فيها جوز هند اللي بنزله لكم على الصفحة بتاعتي اكلة بنفس هتلاقيها في صندوق الوصف ان شاء الله والرابط كمان صفحتي على انستجرام بصي 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 طحفة يلا بقى عندي برضو هتلاقي في صندوق الوصف كيكة لمرضى السكر والكيتو دايت ممكن تستبدلي فيها جوز الهند يعني عملها بها بدقيق جوز الهند شوف انت بقى استعملي وانتابع معي القناة عشان هنزل وصفات من الحاجات كتير للكيتو دايت ومرضى السكر وبصي جمال الزبدة بامانة زبدة عشان كده هاليك ما تنسيش بيشتراك وتفعيل زر الجرس واللاكات الكتير للفيديو عشان يترفع ويشوفوا غيرك وبصي بتصيح كده بين ايديكي زيت زيت بامانة طعم وطحفة يا حبابي ياريت تتابعوني وان شاء الله انتظروا مفاجآتي تتابعوني اللس kartم كافي وانتظروا مج� بيشاك